لا تنفك صناديق الاقتراع في العراق عن الالتصاق بالدم تارة وبالنار تارة أخرى في جدلية تلخص حال العراق الجديد فهي بداية انتخابات فوق بحر من الدم والخراب على مدى 15 عاما وبالدرجة الأدنى مثلت النسخة الرابعة من الانتخابات أوضح صورة لحقيقة المتنافسين فيها من أحزاب وميليشيات تحكم البلاد بسطوة السلاحة فأحرقت الصناديق وفجرت مخازنها وسط دوامة اتهامات متبادلة آخر الأحداث بحسب رواية الحكومية ثلاثة انفجارات وهاجمات تستهدف مخازن صناديق الاقتراع في كاركوك أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرين آخرين بحادث هو الثاني من نوعه بعد الحريق الكبير في رصافة بغداد الذي أتى على المئات من صناديق الاقتراع الاستهداف عدته الجبهة التركمانية امتدادا لتقويض عملية إعادة العد والفرز الإدوي قام به الخاسرون للتغطية على التزوير وهي حيثية يقول عنها عادل النوري رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية إنها باتت قابا قوسينية وأدنى من إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل فيما يؤكد عضو المفوضية سعيد كاكاي إن اعلن النتائج كان خطأا متعمدا وجريمة انتخابية في ظل الفارق الكبير بين النسب المعلنة والنسخ المسلمة أصلا تصريحات وأحداث تزيد اشتعال الساحة الملتهبة أصلا لا سيما في كاركوك بؤرة الصراع بين أربيلا وبغداد وأكثر المحافظات التي تصاعدت منها الأخبار عن عمليات التزوير وما تعانيه من وضع أمني هش عزاه رئيس مجلس محافظة التأميم ريبوار طالباني إلى سيطرة ميليشيا الحشدي على المحافظة طالباني هاجم ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي بقوله إن من العار ذهب بعض الأكراد إلى بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة مع أمثال الخزعلي بحسب تعبيره متهما رئيس الحكومة حيدر العبادي بتضليل العالم بزعمه استتباب الأمن بكاركوك في وقت يهاجم تنظيم الدولة رواحي المدينة كما أكد طالباني أن أفرادا من ميليشيا الحشد والقوات الحكومية يتخفون بالملابس الكردية خلال هروبهم من كاركوك في الأحداث الأخيرة